لنبدأ من الخبر الأكثر أهمية قبل أقل من نصف ساعة أسقط طارت تحالف الألاف من هذه المنشورات على مديرية باقم وعلى مديرية كتاف وعلى مديرية مران تطالب بها المدنيين بأخذ الحيطة والحذر من بطش الميليشيات الانقلابية وتجنيدهم الإجباري لعلي أقرأ أحدى تلك المنشورات يقول أخواننا في اليمن من جرائم الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران اعتقال أطفالكم ونسائكم ومن ثم تجنيدهم وزج بهم في القتال بالصفوف الأمامية في معركة خاسرة واستخدامهم دروع بشرية لحمايتهم طبعا هذه الخطوة تأتي بعد التقدم في المديريات الثلاثة بشكل كبير لنبدأ من مران اليوم سيطرة هناك كماشة من لواء العروبة لواء الثالث عروبة ولواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب على مران المركز بعد السيطرة على مبنى الأمن السياسي وإحكام السيطرة على عشرين قرية والاندفاع إلى خمسة وأربعين كيلومتر في عمق مران هذا بالنسبة طبعا وبقتل أيضا أبو عقيل المؤيد وهو قائد الميليشيات في مران وأحد أفراد كتيبة الخاصة المكلفة بحماية الزعيم التمرد بحسب مواقع الإلكترونية تابعة الميليشيات ومن ثم ننتقل إلى باقم معركة باقم اليوم تتجه نحو ضحيان مسقط رأس عبد الملك الحوثي هناك اشتباكات في النقطتين هي نقعة ومطرة وهي معسكرات سابقة لتجديد الميليشيات في كتاف تم السيطرة على جبال السفينة وجبال أنماري بالإضافة إلى الهضاب الحمراء وبذلك لم يتبقى من مركز مديرية كتاف سوى أقل من ثلاثين في المئة العمليات التي تجري في صعدة زامنها تقدم لجنود المنطقة العسكرية الخامسة باتجاه عبس في محافظة حجة وتعزيز السيطرة على الطريق الواصل بين محافظتي حجة وصعدة قوات الخاصة في المتجهة إلى حرض اليوم هي على مشارف مثلث عاهم والسيطرة على مثلث عاهم بمعنى أن تعلن مديرية حرض في محافظة حجة مديرية محررة بالكامل بالجهة الثانية في الجوف وإلى جوار صعدة هناك عمليات اليوم بدأت في برط العنان وهي آخر مديرية من محافظة حجة لم يتم السيطرة عليها مرسون محمد العرب وهذه المتابعة للتطورات في محافظة صعدة وتحديدا مديرية باقم